اشتركوا في القناة اشير فقط الى انه اصبح الان فعليا يمكنك استرجاع ليس كم السابق كانت نسيت كلمة المرور فقط للزينة يعني او لكميقلوب العامية الزواق الان اصبح فعلا يمكنك استرجاع كلمة المرور دون الحاجة الى الذهاب الى الاتيام او دون الحاجة الى التواصل معهم اصبح فعلا يمكنك استبدال في اي وقت كلمة المرور اذا نسيتها او نسيت حتى ال ايدي بالنسبة لل ايدي او رقم الهاتف المربوط بالذهبية المتعلق بالذهبية ليس نفسه هذه اشارة فقط ملاحظة لانه البعض يظن انه عندما تقول له رقم الهاتف الخاص بالبطاقة الذهبية يظن انه نفسه الذي يصلك في الاسمس او اشعارات دخول الخروج الارصدة من الحساب بعض الحيان يكون نفسه بعض اذا كنت تستعمل نفس الرقم المربوط فسيكون نفسه لكن ليس بالضرورة هذا الذي اريد ان اوضحه وليس بالضرورة نفس الرقم المستعمل في بريديموب هو نفسه المستعمل في الاشعارات هذه من جهة ودائما الاد نفتح التطبيق الاد الخاص بالهاتف يعني اذا فتحت حساب جديد في بريديموب او ناسيت اسم المستخدم في الغالب اسم المستخدم هو رقمك يعني الرقم الهاتف المتعلق بالذهبية تنزع منه الثلاثة ارقام الاولى ثلاثة ارقام الاولى الصفر والرقمين الذين بعده مثلا شخص رقمه صفر ستة واحد وسبعون اذا صفر ستة سبعة كل ثلاثة ارقام هذه تحذف واحد وسبعون اذا يبدأ الرقم من واحد الى بقية الارقام اذا جاء من ثلاثة الارقام الاولى محذوفة وهذا هو رقم الاذي قلت نبدأ استرجاع كلمة المورون نضغط هنا فورغات باسورد لاحظوا نضغط على فورغات باسورد هنا طبعا الرسالة يقولها الفعل انت وريد استرجاع كلمة المورون سيطلب منك هذه الطلبات رقم البطاقة سأدخل رقم البطاقة سأضطر لا يوجد اي شيء رقم البطاقة تاريخ نهاية الصلاحية ورقم الهاتف هذه هي المعلومات اذا سأدخلها واضطر الى اخفاء هذه المعلومات سأدخل المعلومات الاول رقم البطاقة الثاني نهاية الصلاحية البطاقة واخيرا الهاتف سأدخل هذه المعلومات واخيرا ثم نهاية الصلاحية ثم رقم الهاتف واضغط على كونتيني سيأتيني رسالة انا عم تحمل كود اهوى اهوى الكود 643 646 اهوى الكود واضح واضح في 6 ارقام ثم نضغط كونتيني ستصلك او تأتيك هذه الصفحة يقول لك ادخل اه اه ادخل يعني الباسورد باسورد جديد ساكتبه اعداد وفي نفس الوقت تنظر باسورد نضغط على كونتيني نعم حتى يوافق على تظهر لك بأنه تم تغيير الباسورد بعد تغيير الباسورد تستطيع إدخاله والدخول إلى حسابك بكل بساطة إذن كانت هذه هي طريقة استبدال كلمة المرور ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية سابسكرايب لايك كومنت فيفرط